أعلنت وزارة الموارد المائية تحقيق رياط الفطم بشكل تام مشيرة أن الأمطار الأخيرة ستسهم بإيقاف الضغط على الخزين وعدم الدفع بإطلاقات مائية أخرى إلى عمودي دجلة والفوراتة المتحدث باسم الوزارة خالد شمال أوضح أن الأمطار التي تسقط من سدة السامراء الشمال هي أمطار مفيدة ومؤثرة لأنه بالإمكان دفعها إلى الخزين سواء كان الخزين بمقدمة السدود كسد الموصل ودرب اندخان وحمرين العظيم فضلا عن بحيرتي الثرثار أو الحبانية في ذات الصياق أعلن مدير عام الموارد المائية بحكومة إقليم كردستان صدور موافقات لإنشاء 41 سدا ترابيا وخزانا للمياه السطحية في مناطق مختلفة في الإقليم في ظل تراجع مستويات المياه الجوفية المستمر رغم تحسن المياه السطحية بعد موجة الأمطار الأخيرة